غير طلات عليهم الباب وهما بخرجينها في النعش والأم ديالها كتغوط والطيح رجعت سدات الباب والتخشات في نامو سيت بوروش ما بكات ما وعلو قال سكت شوف نقطة وحدة وسهلة كانت صدمة كبيرة على أن طفلت تحملها ومروا أيام وغادير على نفس الحال رافضت مشي لهم دراسة أو اللحظة تخرج من البيت نورة ما قدرتش تجادل معها خلاتها على راحتها حتى هي ماشي أقل منها خاصة حالتها الصحية غير ما زيدك الضهوة الجارة هي اللي كتجي تطلع عليهم مرة كتجيب الماكلة ومرة تطيب عندهم دايرة جهتها وكانت نعمة صديقة واحد اللي لا كانت غادير قالصة في الأرض ومتكي على الحيط وقفات ومشات جهة المكتب الصغير اللي كان ديال بوروش قلسيت كتقلب على أوراق الرسمة ديالها وحلات المجر الأول ما لقات فيه والو عاود حلات التاني وهما يبانوا لها وهزاتهم وحطاتهم فوق المكتب رجعت بغا تصد المجر وهو يبان لها دفتر كحل كانوا مذكرات بوروش اللي كتكتفيهم كل ليلة بحكم كانت شخص حدودي نوعاً ما وما عندهاش أصدقاء كانت كتلتاجة المذكراتها وكتكتفيهم أهم مداز في نهارها ومدى اشتياق هالحبيب هاللي انفاصلت عليه غادير بدات كتتقلب في الصفحات وكتقرأ شوية من هنا وشوية من هنا حتى وصلات الآخر وراق مكتوبين كانوا الصفحات مكمشين بحالليلة كانوا فازقين ونشفو واتار الدموع فيهم بدات غادير كتقرب دكشي بإمهان وعينيها مغرغري وكتنهج بحالليلة كانت كتجري كانوا كلمات بوروش لكلها ألم وقهر وهي كتوصف شنوقع معها بأسوأ ليلة في حياتها كاتب دكشي بتفاصيل بحالليلة كانت كتخوي قلبها في دوكلورا باشي خفاف عليها لحمل شوية وصلات غادير للصفحة الأخيرة اللي كان مكتوب فيها أسماء وأرقام ما فهمات فيهم حتى حاجة هزيت راسها من وسط الكتاب وهي كتشهق ووقفات غادل طوالات ودارت جوج خطوات وهي تنسل عينيها لرجليها كتشوف المهابط معهم ابقات جامدة في بلاستها مدة حتى سمعات الدقان في الباب مشات كتجري وتخشات في الناموسية مرضاتش حد يشوفها في هاد الحالة بنت 12 سنة كتديرها في حويجها دخلات الجارة بغت تطمأن على غادير ولقاتها سادة عينيها وهي تخرج وكيف سدات الباب ناضط غادير بالزربة حيدات حويجها الفازقين ولبسات وحدين أخرين وشافت جيهة المكتب كان دفتر المذكرات باقي فوق المكتب قربات وهزاته وهي تخشيه في المجر ودخلات البلاستها ونعزات ليام دازت ورجعت قادير المدرسة كتقرأ وولات كتقرأ مزيان كيف اللول وحسن وهي كتذكر كلام خطها باش متهملش قرائتها كانوا كيوقعوا لها شي حويج غراب ما كتلقاش لهم تفسير كتلقى راسها في أماكن ما كتعرفهمش وناس كيهضروا معاها وهي أول مرة تشوفهم كتلقى راسها وسط مشاكل ما عارفاش كدارت حتى طاحت فيهم وبدات كتنعازل إلى العالم الخارجي كتر وكتبعد على الناس احتاجتها صد مخرة وهي في سن 18 موت الأم ديالها بعد صراع طويل مع مرض السرطان ورجعت أيامها أكتر ساوهات والوحدة هي وانيستها عايشة كتاكل وكتقرأ وتنعز فقط بحال شي آلة بدون أحاسيس من بعد ما اخذت البار وفي الصيف ديال داك العام واقعوا بزيف ديال الأحداث منهم اكتشاف أن غرفة الأم ديالها تبدل ليها الآتات والديكور كانت كتحس بحال ليلة عايش معها شي حد في الشقة وحويج ما كيبقاوش في بلسطوم وهي كتنعز في جين وكتلقى رأسها في جيها خرا ابغت تحمق حتى النهار اللي لقات ملاحظة حدا رأسها ومكتوب عليها من ساندي اللي كتوجه ليها الهضرة وكتخبرها أنها كتشاركها نفس الجسد سعقات وحسات برأسها بحال ليلة كتحلم ما قدراتش تصدق أو تستوعب رغم أن داك شي اللي كيوقع معاها ضروري لي شي تفسير ولكونها شخص دكي بحتات وقارنات الأعراض حتى كتصدم بالتفسير الوحيد لحالتها وهو انفصام الشخصية كي هنا شخصية أخرى كتشاركها في الجسد ديالها علاش وكيفاش ما عندها حتى فكرة دوزحة الصيف بين ربعة ديال الحيوط كآبة بينما اللي بحالها كانوا كيحتافلوا ومصيفين بعد عام ديال الجهد والاجدهاد والتعب خدات الباك بنقطة جيدة وما قدراتش تفرح بيه كيف الناس دفعت المعهد الصحافة وتقبلات وحاولت التعايش مع هالتغييرات اللي كتهبط عليها من كل جهة وقات مآلمها وأسرارها في قلبها وفي لافاك بدات صداقة غادير وسيف اللي تخلي حياتها بحال الملاك الحارس بقات غادير في المصحة هندراكان أما سيف توجه للشقة ديالها واجبد المفتاح اللي خدا من الساك ديالها افتح الباب ودخل وتوجه لبيتها بدا كيقلب كل رقم على أي حاجة ممكن تعطيه خيط على دك الشي اللي بغي عرفه وده هو كيقلب ولكن بدون نتيجة خرج من البيت ووقف وسط الدار وعينيها للباب لاخر قرب ليه وحت ايديه على البوانيه وحلوه وقف الباب كيشوف بالغرفة كانت كئيبة حكس غرفة غادير مصبوغة بلون بني غامق وفراش كحل وجل أتات بألوان غامقة النوافد منزلع لهم ستائر ومخلينش منين يدخل الدور عرف هادي ما تكون غير غرفة الأخرى ادخل وسط الغرفة وكيشوف ويسكالي وبدأ البحث في البلاكارات والمجورة بيليه الفيس دي فوق المكتب حلوه وشعلوه ولقاه بكلمة السر وعاود تسدوه نزل حينيه في المجورة دي المكتب وبدأ كيفتح فيهم ويقلب في الوراق والكتب ما لقى حتى حاجة متيرة للانتباه هم اللي كان باري يسد المجر للخار شاف شي حاجة وهز حاجبه بيليه كتاب أسود ديال الجند وباين حليه قدير هز دوك لسفوق الكرسي وخلى كل شي مرون وحل الكتاب اللي باين من صفحاته بالمذكرات ابقا كيقرأ وعرف بيلي ديال أخت غدير من خلال دكشي اللي كاتبع لعائلتها أختها الصغرى اللي داكراها في أغلب كتاباتها بدك يدوز في الصفحات ومحا كل صفحة فيها تاريخ ومشا للصفحات الأخيرة بدك يقرأ ومنامح وجهوك تتبدل الصدمة والحزن والغضب تخلطوا عليه الأحاسيس وهو كيقرف كلمات بروش ليلة الإغتصاب والمحاكمة وموت حبيبها كل شي مدون بالتفاصيل وصل آخر صفحة وهو مزير على إيده اللي مسرحة فوق المكتب والخرا شاد بيها غلاف الكتاب بالجهد احتع وجهوه الزراس وعيني حمرين ومدمعين وعاود شاف بالمذكرات ولاحد بلي واحد الورقة مقطعة وباقي منها طرف صغير نهد وصده وهزه في إيديه وناد غادي خارج وهو ما زال في حالة صدمة درجوش خطواته هو يوقف دور راسه كيشوف بالحيطة اللي مقابل مع الناموسية كانت معلقة فيه شي حاجة ومغطية بسيطار ارجع اوقف قدامها وحيد السيطار بشوية ورجع شوية اللور حتى شاف تكشي لقدامه عينيه خرجه والمذكرات ضاحت ليه من إيديه ارجع باللور كيحسب رجليه فشلو عين نزل راسه بين إيديه شاد فيه وكيحركو بالله حالة لما متيقش شوية ناض وقفز وهز المذكرات من الأرض وخرج كيجري من بعد ما سد الباب خرج من العمارة وركفته موبيل ديانه غادي مكسيري واشتخيت من السماء هز التليفون ودووز الاتصال الهركان اللي ما كانش كيجاو شوية حتى كيتسمع تليفون كيزوني مد إيده وهزه وشاف النمرة ما مسجلاش عنده حل الخط وحط التليفون حلا ودنيه حتى كيسمع صوتها وهي كتشهاق وتعيط بسميته سيف قال لها سيف آلو غادير هادي انتي مالكي كتبكي شنو وقع عليك قالت سيف فينك أنا محتاجاك تجي عندي محتاجاك دابا سيف بخوف قال لها شنو وقع عليك ما تخافيش أنا جاي في الطريق قربت المسحة وهي تقول جاي اللي ما صحة جيد غيا عافا وقد عاف قال لها سيف آلو غادير آلو غادير لاح تليفون وزاد في السرعة غادي طاير وما مهتمش للطريق اللي مبلة بشته اللي كتصب غزارة كان على بعد كلمترات فقط بش يوصل الطريق مضلمة شوية وفيها بعض الأعميدة ديال الدو اللي بين كل عمود وعمود مسافة كبيرة وضوهم خافت عينيها على الطريق حتى بانت ليه عربة ديالأطفال الدفعات الوسط الشنطي فجأة تجنب العربة وبدل المسار وبحكم السرعة الفائقة اللي كان غادي بيها والطريق اللي كتزلق فقد السيطرة على التموبيل وخرج على الشنطي كانت قندام وشجرة شوية وخرج فيها تجنبها وهي تفقد السيارة التوازن ديالها وتكركبات جلب الطريق اللي كان بحال التن السيارة كتتقلب وتعاود وهافضة محداتها غير شجرة اللي دخلت فيها وهي مقلوبة كان مقلوب راسول تحت شاده غير حزام الأمان وغايب على الوعي والدم نازل من راسه وماري وجهه عن قب وجدع الشجرة اللي دخل بنزاجة مغروس في جنده اللي كيسيل بالدمايات بدون توقف وكانت واقفة جد بالطريق وبتسامة رضا على وجهها دارت القب على راسها وخشات إيديها في جيب جاكيتها كتتمشى بهدوء تحت المطر الغزير ومخلي عوراها مكان الحادث وقبل بساعات كانت الثمانية ديال الليل والمساحة فيها جو من الهدوء شوية وبدأ كيتسمع الدقان في باب إحدى الغرف كانوا جوجد الممرضات مجمعين في الكروار حتى سمعوا الدقان داك الدقان بحال ليلة فيقوم وتفارقوا واحدة مشات البلاستها في الاستقبال والاخرى طلحات للمكتب دركان دقات ودخلات وكان المكتب خحوي هزات التليفون كتصوني عليه ما كيجعوبش نزلات وغادة جايح دا الغرفة ومعرفات شنو تدير واش الدخل او لا لا كتتفكرها درديال ركان كيوصي ما يدخل عندها حد إلا بعلمه سمعات الدقان وقف وقربات حدى الباب وهي تزمع شي حاجة تخبطات مع الأرض جبدات المفتاح وحلات الباب وكانت ضو مطفو حطات إيدها على ساروت الضوش على جو أرمات عينيها في الغرفة ومباليها حد دارت للجهة الخرى احتجت عينيها على غادير لطايحة في الأرض وباين عليها فاقد الوعي قربات لها بخطوات مسرعة كتقلب فيها حلات عينيها بمكر وهزات إيدها اللي فيها القلم غرساته في عنق الممرضة وطاحت الممرضة كتخرخر ودماياتها غادين دفعاتها سانديح لها وهي توقف كتشوف فيها وعلى وجهها ابتسامة مرعبة تحضرات وهزات سوارت لمليوحين حداها ومشات خدات جاكيتك حلا كانت مليوحة فوق الفوضي لبساتها وقربات للباب وخرجات راسها طلت على الكولوار وباليها خاوي وهي تخرج من الغرفة كتم الشاب لحس احتقربات للمكتب الاستقبال وطلت وبالت لها ممرضة خاشية وجهة في التليفون ديالها هبطت على ركابيها غادة حتى وصلت الباب المسعد ضغطت عليه وكيف تحل وقفات وساسة ايديها ودخلات وصلت للطابق الارضي واتفتح الباب وخرجات محى الباب قدام السيكريتين اللي ما عندهم حتى شي فكرة انها ممنوعة من الخروج دورات عينيها في المكان وكانت جردة دايرة بالبناية تمشات حتى خرجات من الباب الحديدي الكبير كانت طلام وضو قليل في الشارع اللي جابين الاشجار غادة وجهها ما فيه حتى تعبير تمشات المسافة لا بأس بها حتى وصلت المحطة حتى وصلت البومبا ديالليسانس وفيها مارشي صغير دخلات للمحل وحيدات القب على راسها وكتدور في عينيها ضحكت وهي يمت تاجها ناحية شاب في العشرينات كان واقف كيستف السلعة في الرفور لاحت شعرها اللور تمشات بقنوطها جاع اسلحة اغراء حافظاهم قربت من الشاب وبقات بيناتهم غير خطوة واقفة جنبو كتشوف فيه بمسهين تعلات على قرون صباحة ومدات ايديها للرف الفوق عني كأنها قد تجبد شي حاجة الشاب من اللي وقفات حداه وهو متبع لها العين وحيل فمه احتى ولا كيحدك شي بلا ترتيب شافها كد تجبد وبغاد تاخد شي حاجة ويلاه بغي يعاونها وهي تفقد توازونها وطحت عليها شدها عندهم دور ايديها لخسرها كام صدرها ملاسق مها صدره ولا غير كيبلع فريقه وهي كترمش عينيها ببطر وكتشوف فيه بنظرات مغرية ابلاه ما يحس نزلت ايديها حتى الجيب بالسروال واخدت التليفون بسلازة وخشاته في جيبها لديالو لور رجعت حطات ايديها على ظهره وهبتتها حتى الخسر وبحركة سريعة خدت البصطان من الجيب وخشاته في جيبها اللوراني لاخر طلعت ايديها وحطاتهم على صدره ودفعته عليها بالجهد وخنزرات فيه عاد فاق من القلبة اعتادر منها وهي شافت فيه بش مئزاز وزابت خرجت من المحل وكانت أسرة من أب وأم وجود أطفال صغير محطوط في العربة قالسين في طبلم النخشب وحاطين سنارس البنت اللي تكون عندها ديك ربع سنين كانت كتبكي شداتها الأم ديال هوم شوف اتجاه طواليطات شوية فاق الرديع وكيغوت شوية فاق الرديع وبدأ كيغوت ناد الأب كيصوت وهزوا وتبعهم حي تعطوا بقات واقفة كتشوف في الأسرة وسرحات الوهلة ومن اللي غادروا كلهم تحركات احتاجات عينيها على العربة تلفتات مباليها حد وهي تقرب ليها وجراتها وغادرات المكان بعدات على ديك المحطة شوية جمعات العربة وهزتها في إيديها كانوا مرة مرة كتدوشيتوا موبيل وبقات كتتمشى وعقل هاكي خطت وقفت حدا واحد بتلك الطل جبدات التليفون اللي سرقات وهي تطبع النمرة ودارت فودة لها جاوبها وحد السيد في المجلة وقال شكون معايا؟ قالت أعافك ممكن تسيفط لي النمرة سيف اللي خدام عندكم في المجلة قال لي هالشخص سيف واش سيف المجدي؟ قالت آه هو هو سيف المجدي قال لي هالشخص أنا ما يمكنش لي نعطيك نمرتو الشخصية ديرت على التليفون وقالت راه كانت عندي غير جلات لي بغيتو في موضوع مهم خاص بالمقال اللي خدام عليه عافك راه ضروري قال لي هالشخص أوكي يا أختي ولكن ما تقولي ليش راه أنا اللي عطيتو ليك قالت ليه ساندي ما تخافش ما عنده منين يعرف وهو يقول الشخص أنا غادي نسيفط ليك دابة في ميساج قالت ما تعطلش عليا قطعات شوية وجهة ميساج فيه رقم سيف ودوزات نمرجو ودار بيناتهم الحديث اللي خلسي في جي طاير بالعقل بدلات البلاصة وحلات العربة مراقبة طريق حتى بانت لي هالشخص موبيل ديال وجاية بسرعة عقلات عليها من اللي شافته آخر مرة في المصحة كيف خرج من عندها ووقفات حتى النافذة مراقبة حتى طلع للطموبيل كانت كتتوعد ليه بالشر وفعلا مرتاحت حتى وصلات المبتغاها اللي جا قدامها بغي يوقفها كتمحيه بدون تفكير ومن بعد الحادث اللي داز قدام عينيها غادرات المكان وهي راضية علشنو ذارت ما كتحس لبتأني بضمير ولا ندم دازو دقائق وشتت وقفات وصيف باقي داخل السيارة كان يحتضر كل تانية كينزف فيها ودقات قلبه كيتقال كانت سيارة جاية في الطريق أضواءها كيقربه شوية بشوية توقفات فجأة وانزل الراجل كيشوف في العربة اللي باقف وسط الشانطة هي العربة نفسها ديال ولده اللي اختافات واحماقوه ما كيقلبوا عليها شاف الشانطة آتار حتيكاك الروعيد أبقى متبعهم حتى باليه المصار خرج على الطريق غادي وتابع الآتار حتى وقف جنب الطريق نزل حينيه وكتباليه سيارة مقلوبة وداخلة في شجرة صدم ورجع كيجري لطموبيل دياله هز التليفون ودوز رقم الإسعاف متجاهل أسئلة تزوجته على أشنوقع خرج مرة هنا وتمنازل مع المنحدر بشوية حيث الأرض كانت فازقة وكل هاتين كتزلق وصل حدد الطموبيل والتحضر كيطلب باليه سيف اللي عامر دمايات تخلع من المنظر دياله عاود صون على الإسعاف باش يسرعه مروا دقائق خرا وبدأت كتسمع سفارات الإسعاف وقفوا حدد الطموبيل ديال الراجل وخرجوا المسعيفين كيتجارعوا وصلوا عند سيارة سيف وأول حاجة تحقوا من النبضة دياله باش يشوفوا واش باقي عايش قطعوا جدع الشجرة اللي داخل فيه هزوه وحطوه في البياس وداروا ليه الأكسيجين وداهوا بسرعة فائقة فهات جاوا البوليس اللي علموهم الإسعاف باللي كان حادث في المنطقة هضروا مع الراجل وقال لهم شنو شاف وشنوقع واخدى العرباء ودارها في الكفر ومشاف حال خرج راكان من المطار وجل الدار اللي كانت في فيلا كبيرة ودخل ودوش وأول حاجة مش للمكتب دياله إجلس وحل بيسي ودار الكاميرا اللي في غرفة غدير حتى كيت ضم بالممرضة مجبتها في الأرض تحت منها بركد يهر الدم وقف مصدوم ودوز مكالمة المصحة لتلقاتها الممرضة لفي الاستقبال غوت عليها حتى تهزات من بلاستها ومشيت كتجري الغرفة كيف كان لها قطعوا التاصل بالإسعاب وهس سوارجو وخرج وبعد مدة وصل المصحة وشاف إسعاب قدام الباب شوية خرجو هازين الممرضة بالبياس دارين لها الأكسيجين دخلوها وتحركوا دار راكان وخنزر في الممرضات اللي واقفين وكيقف قفو وطلع للتوموبيل واتبع الإسعاب دخلوها بجرال التوارئ نزلوا ودخل المستشفى تابعهم احتبانوا ليهم دخلين هالغرفة العمليات ووقف كيصوتوا مع الصدر ودوز النمراء ديال أحد الممرضات وقال بصوت مرتفع كيخلع شنو واقع نغبر نهار نلقى مصيبة في المصحة غادير فينا هي ما تقوليش ليا ما كيناش الممرضة بدات كتفتف وهي تقول له دكتور ما لقيناهاش قلبنا المصحة كلها وما كينش لها الحس قال لها الهضرة ماشي دابا احتانا رجع اقطع عليها ودوز النمراء ديالسير لقاه خارج الخدمة رجع التليفون للجيب وبقى غادي يجاي في الكلوار وكيحق في جبهته تالف كيحاول يستنتجش نوقع غادير ما يمكنش تهرب والا تقادي الممرضة ايدا مولادها ساندي قبل ما يمشي الواشنطن على حساب المؤتمر وصاهم يردوا البان حيث تصرفاتها غير متوقعة داك شي مناش خاف هو اللي وقع فيه وسيف بكيجاوبوش حير اشنو يدير ومنين يبدأ التقلاب فين غدا تكون مش هات دازت ساعتين وهو كيتسنه تحل باب غرفة العمليات اللي مقابلة مع فيكين الممرضة هز دراسو كيشوف جارلين باياس في الشاك وهو ما كيقربو دازو من حدا وهي جي عينو على سيف خرج عينيه ما متيقش سيف اللي قدامو مدى وهو واقف مصدوم خرج من الدهول اللي كان فيه ولقاهم غبرو مشا كيجري دارو هم يبانو ليهم دخلينو لغرفة الانعاش وقف حدا الباب حتى خرج الطبيب ووقف ليه ركان في طريقه وهو يقول له شنو عند هاد المريض علیش كان في غرفة العمليات قال ليه denato وقعت لي حادث ساير وجابوه في حالة حرجة واش انت من عائلته وقعت لي حادث ساير وجابوه في حالة حرجة قال ليه ركان حادث ساير وكيف بقى قال الطبيب واش انت من عائلته قال ليه ركان حال هادك الشي هو يقول طبيب حالته باقى ما مستقراش تضرب في الراس وجاب الله ما شيشي إصابة لخطيرة الضرر عنده على مستوى البطن وقفنا النزيف الداخل اللي عنده ولكن الكليتين تضروا بالزاف وحيدنا ليه وحدا والتانية ما خداماش مزيان يقدر يحتاج لعملية زرع الكلاه في أي وقت خاصنا نكونوا مستعدين را كان بقى واقف وساكت زير على عينيه ودوز إيده على دقن وهو كيلعن في هاد النهار اللي تجمعوا فيه الكوارت دقة وحدة مشت طبيب وخرج را كان تليفون من جيهو ودوز الاتصال لأم سيف علمها بالخبر وقطع وهو كيسمع فيها كتغوته كتبكي والتاصل بالأب دياله على الموحدة هو حيث كل واحد فيهم عايش بوحده بعد ما تطلقه من سنين هادي جات أم سيف وهي كتبكي وقالت ولدي فينا هو ولدي شنو قع ليه؟ قال لي هارا كان وقع ليه حادد ورا داروا ليه عملية ونجحات ليه العملية ولكن حالته باقة ما مستقراش الأم كتبكي وقالت الله يا ربي الله عافك ولدي بغيت نشوفه قال لي هارا كان وهو كيشوف الزهج راه باقي في الإنعاش ما نضمش يخليوك تشوفيه ومن بعد مشارا كان سبول على الممرضة القابي اللي خرجوها من غرفة العمليات وقال ليه الطبيب باللي حالتها مستقرة وخمس فات بزاف ولكن الدربة ما كانتش مميتة وأحبالها الصوتية ما تدروش تماءن عليها ورجع عند أم سيف كيحاول يقنعها باش تمشي ترتاح وصلها لدارها عاد دازل المصحة أدخاله بقى كيغوة على السكرتة واللول وجمع الموظفين كلهم طرد الممرضة اللي كانت في الاستقبال واعطال الخرين آخر من دار إيلتها ونفيهم شي حد ما صيروا الطرد بحالها وادخل المكتب وجبد التسجيلات وشايف شنو قع في غرفة غدير تعصم من راسه حيث ما قدرش خطورة سادي هو بنفسه اللي جاب المذكرات والقلم الغدير متأمل أنها غدا تبغي تكتب دك شي اللي ما قدراتش تقوله مباشرة صدقات شخصية أخرى نستعلاه سلاح وداربه بيه ممرضة بدون تردد أبقى كيفكر فين غدا تكون مشات وكانت واقفة قدام المركز حويجها كلهم فازقين كي قطره وهي كترجف تبسمات وهي كتشوفه خارج ومخنزر كيف العادة؟ غادي جهة الطموبيل ديانو وهي تخبى من وراء السيارة اللي في الجانب الآخر من الشانتي تلع للطموبيل وديمارة كتشوف فيه غادي ما عرفتش عليش تردات وتخبات محتاجة عن قوة تنشق ريحتو شوية خرجات مورة الطموبيل وغادة مورة طموبيلتو كتجري وكتعيت باسميتو كان جسمها منهك وكتتحرك بشوية وقفات في وسط الشانتي وهي مادة إدها جهته كتتنفس بصعوبة حتى طاحت مغمع لها وهو كان غادي سايق بإيد وحدة والإيد الأخرى كيدخن بها سيجارة رمعينيه في المراية الأمامية حتى كيباليه شي حد وسط الشانتي كمل طريقه شوية وهو يدور طموبيل بسرعة ورجع ما حده كيقرب والشخص كيتوضح ليه عرف بليه فتاة من الجسم ديالها حبز الفران حدرج ليها وخرج قرب والتحنى على ركبته غير حيد القب والشعر على وجهها وتصدم وعينيه توسع حتى إيديه على وجهها كيحرك فيها وكينادي باسميتها بخوف غادير غادير ما فكرش ولولي تانية أنها يقدر تكون ساندي شي حاجة فيه لداخل قالت ليه بلي هادي هي غادير هو ما باغيش يصدق أو لك يتمنى أنها تكون هي هزها وحطها في التموبيل من لور جبدم الكوفر غطا وغطاها بيها ومشا ديري كتل سبيطار وصل قدام السبيطار ونزل بسرعة حل الباب اللوراني وهزها وتم داخلك يجري بقى كيغوت ويثب حتى جاو كيجري وجاوقف عليه ممرد بغى ياخدها من عنده وخنزر فيه قال لي سير في حالك وعيت لي على شي طبيبة قال ليه الممرد خليني ندير خدمتي وقارى المريضة نفحصها غوت عليه وقال ليه سير قلت ليك غبرك بمارتك جات وقفات عليهم طبيبة المستعجلات وهي تقول علاش كتغوت راح نفس بيطار ماشي خنزر فيها حتى جمعات فمها ما بقى تزادت معه كل موحدة نعتاد ليه جيهة الباياسي حطها فيه وذاك شلي دار حطها بهدوء وبقى واقف دارت عد الممرد وطلبت منه يجيب ليهاشي حاجة ودوزات الستار واقفه كيصوت وكيمسح على شعره خلعوا المنظر ديالها وهي شاحبة وفمها زرق كون ما تلفتش كانت غدا تبقى تماماك حتى تموت بالبرد هاتشي الى مدازتش عليها شي طموبيل معجب من اشنه كتدير قدام المركز وهو في هاد الايام كان كيمشي قدام العمارة وكيبقى مدى واقف في الطموبيل غير باشي شوفها ولكن ما بينش لها الحز وحتى المجلة نشاليها جوج ديال المرات كيتاصل بساندي غير باشي عرف اخبارها بطريقة او اخرى ولكن كيلقى التليفون ديالها طافي بعد شوي على جهة المستعجلات وغادي في الكولوار كيحاول يتهدن دار راجع وهي تجي عينيه على الشخص اللي جاي اضحك بجنب وهو واقف خاشي اديه في الجيل وعينيه فيهم نظرة استهزاء كيشوف الشخص كيقرب والشخص بدوره مبادله نفس الابتسامة السخرية ووقف مقابل معاه وكله واحد كيشوف الاخر السخر قال سليماني وهو يقول لراكان بن يازيد السخر قال شكتير هنا قال ليه راكان ورجعت وهو يقول سخر فخباري من نهار حطيتير جليك هنا بتاسم راكان وقال اكيد السخر بن يازيد ما كتخفى عليه حتى حاجة ايوا ما غاديش ترحب قول دخالتك سخر هز حاجبه وقال شنو كتير هنا قال ليه راكان باقي انت هو انت داك الغطاء الجليدي ما زال ما بغيت هرز خنزر فيه سخر وقال له شكرا شكرا ya شكرا شف اشتركوا في القناة